عدد أركان الصلاة هي أربعة عشر ركنا كما يلي أحدها القيام في الفرض على القادر تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر قراءة الفاتحة الركوع ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله الرفع منه الاعتدال قائما السجود وتمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده الرفع من السجود الجلوس بين السجدتين والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فالي التشهد الأخير الجلوس له التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه روجوه ليركع ثم يسجد ترجمة نانسي قنقر